السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجاتنا النهاردة ايه هي القلعة الرومانية التي لا يمتلكها قيصر روما قلعة رومانية لا يمتلكها القيصر ايوه تجدها في الاسكندرية قلعة محمد فيطر رجل الاعمال المصري يلا نعرف الحكاية الحكاية ترجع لمية سنة او اكتر قلعة محمد فيطر للتحف والقطع الاثرية والمستلزمات المنزلية واين تقع هذه القلعة هذه القلعة تقع في شارع اسطنبول في منطقة محطة الرمل بالقرب من المعبد اليهودي عرفنا عنوانها عنوان هذه القلعة الرومانية ولكن ايه حكاية المكان وحكاية المبنى ده والمبنى ده كان تابع مين قبل ما يكون في ملكية رجل الاعمال محمد فيطر المكان ده كان مبنى ساكني تسكنه عائلة يونانية وكان بجوار المبنى الساكني محل صغير لمحمد فيطر ومحمد فيطر كان بيستأجر المحل ده من اصحاب العمارة اليونانية من اليونانيين والمالك اليوناني حاب يزود الأجرة من خمسة جنيه يكترها عن خمسة جنيه الكل رفض اللي كانوا ساكنين في هذا المبنى ولكن محمد فيطر صاحب المحل الصغير ما رفضش فنجد ان المالك اليوناني احترم محمد فيطر وفي النهاية هيهدي المبنى ويموت محمد فيطر ونجد ابنه مهندس وهذا المهندس تصالح مع السكان سكان السكنين في هذه العمارة وبعد ما تصالح مع السكان السكان هيتركه للمبنى ويقوم الابن بعمل الشكل الجمالي بعمل القلعة الرومانية الجميلة التي نشاهدها الآن في منطقة محمد الرامل في وسط البلد وابن محمد فيطر محمد فيطر كان عاشق لفن العمارة الايطالية فاحضر الديكورات والتصميمات والرسومات والنقشات الجميلة للمبنى وكان حريص انه هو يخلي مدجر فيطر شبه مدجر هاردز في لندن ونجد على المبنى الجميل نخش مهم بالحروف الانجليزية رمز لمحمد فيطر الوالد المؤسس للمكان ومحمود فيطر بيقول لنا ان في البداية كان المحل محل دهنات ثم توسع النشاط واصبحت هناك قسم للانتيكات العادية والمفرشات العصرية والممتجات من انتيكات وتحف ومفرشات من اوروبا من فرنسا وايطاليا والمانيا ونجد في مدجر فيطر فيطر هتجد عدة طوابق في الطابق الارضي مليان بالتحف الثمينة وآلات البيان القديمة والتمثيل من العاج ويمكن للزائرين استخدام مصعد أنيق بلون الذهب عشان يشوفوا الأدوار العليا وفي الأدوار الأخرى هتجد رسم زيتية تحكي حكايات تاريخية وتمثيل مجنحة مضاءة ليلا بالأدواء وأيضا الصوريات الجميلة أي النجفات زوار المكان بقى اللي بيزوروا المكان ده مين بالزبط هل ناس عاديين ولا لا طبعا مش ناس عاديين عائلات مستوى ولهم شهرة فنجد أن الناس اللي كانوا بيجوا للمكان ده من العيلة الملكة من عيلة محمد علي أسرة محمد علي أحفاد محمد علي مثل الأميرات الأميرة فوزية والأميرة فوزية دي أخت الملك فاروق والملكة ناريمان زوجة الملك فاروق وابن الملكة ناريمان وهو المحامي الشهير الراحل أكرم النقيب الذي توفي سنة 2018 وأيضا الفنان الراحل عاد الأدهم والفنان عاد الإمام والفنان سامير غانم وحمود عبد العزيز والفنان محمد نجم وفي النهاية هنقول كلمة أخيرة لصاحب المكان وهو محمود فيطر حاليا ابن محمود فيطر بيقول لنا تعلمت من والدي أخلاقيات التعامل مع الزبائن فلابد أن ندلل الزبائن ندلحهم ونعمل على راحتهم ونحرص على الإجابة على كل تساؤلاتهم ولا نتضايق منهم ولو طلبوا أن نحن ولو طلبوا منا معينة ما يضمه المحل من أنتكات لابد أن نصبر ونجعلهم يشاهدون كل شيء ولا نتضايق ولا نتأفف هكذا عرفنا القلعة الرومانية اللي صاحبها مش قيصر روماني قلعة محمد فيطر والسلام عليكم وعلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر